للحديث بقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية نحن ينعم الله عز وجل سبحانه وتعالى علينا بنعم عظيمة فقد بلغنا الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الماضي أسأل الله لنا ولكم القبول والإخلاص والتوفيق وهو ربنا سبحانه وتعالى العظيم الكريم ينعم علينا بنعمة جديدة وهي نعمة العشر الأول من ذي الحجة نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام الصالحة وإن يرزقنا وإياكم فيها العمل الصالح اللهم أمين في قناة الندى خصصنا العديد من الحلقات والبرامج والفقرات والفواصل والمقاطع التي تبث على مدار 24 ساعة عن فضل هذه الأيام فهي خير أيام الدنيا كما أخبرنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكن في هذه الحلقة نناقش هذه الأيام من منظور آخر لا سيما ونحن نتحدث عن الأسرة المسلمة في العشر الأول من ذي الحجة ونسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف حبيب وليس بضيف على حضراتكم وإنما هو أحد أبرز هؤلاء الدعاء الأفاضل الكرام الذين يطلون إليكم من خلال هذه الشاشة المباركة ومن خلال غيرها ليذكرونكم برب العالمين سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فضيلة الدكتور عبد الرحمن ننصور الاستشاري الأسري والتربوي دكتور عبد الرحمن سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نورتنا وأسعدتنا حياكم الله دكتور عبد الرحمن الله يحبكم سيدنا أنا أكثر سعادة والله بلوخياك اللهم أمين وإياكم سيدنا الحبيب نسعد بالدكتور عبد الرحمن ويسعدني أن نكون من أوائل المهنئين لفضيل الدكتور عبد الرحمن منصور بدرجة الدكتوراه التي نالها بفضل الله سبحانه وتعالى بامتياز مع مرتبة الشرف وهي كانت في صميمة هذا التخصص الأسري فليزداد الدكتور نورا على نور وفي الحقيقة ازدانت الدكتوراه بالدكتور عبد الرحمن حقيقة يعني فدكتور عبد الرحمن نحن هنأنا على شاشة الندى في شريط القناة وهنأنا أيضا على صفحة القناة وهنا نحن نهنئ هنا على الشاشة ألف مبارك ربنا رب يجعلها فيها الخير والبركة ومن المزيد من نجاح إلى نجاح بإذن الله اللهم أمين إزاك الله خير دكتور عبد الرحمن شاكروا لكم التهنيئة السريعة من قناة الندى ويعني أسأل الله تعالى نبارك لكم أجمعين والشكر من يعني الأصغر سنا إلى الأكبر سنا رب رضي الله عنكم رحكتكم الله الخير جميعا ولياء باريف فيكم وروض عليكم أدخلتم السرور على قلبه الله يحassكم سيدنا الله يحassكم سيدنا والله كأننا نحن لدينا أخذنا الدكتور عبد والله حتى في يومها كتبنا سريعا ونزلنا التهنيئة سريعا حتى لنتأخر فيها وانا من شاشة قناة الندى يعني ايضا شكري وتقديري الجامعة الاسلامية خاصة كلية العلوم التربوية. آآ شاكروا للمشرف استاذنا الدكتور الفرحاني لاسجين جزاك الله خيرا. نعم. ثم آآ لدكتور جراح محمد الجراح المناقش نائي ورئيس الجامعة. نعم. ودكتورنا الدكتور جهادي العجلين. نعم. وهو عميد كلية آآ العلوم التربوية. نجد الله. والشكر للدكتور اسامة آآ محمود جامعة بن سويف جانبنا المناقشين. نعم. ويعني هما زبطوني بس الحمد لله الامور جتا. اللهم لك الحمد والله. ازدانت بكم الدكتورة. فضل الله كبيرا. الله يسعدك. الله يسعدك. وشكرا لكل اخي علق بتعليق وهنأ بتهنئة على يعني شرط الندى او على الصفحة جزاكم الله وياكم سيدنا الحبيب. اللهم امين وياكم دكتور. دكتور عبد الرحمن نحن الآن يعني آآ لحظات وساعات بيننا وبين العشر اواخر من آآ العفوان العشر اوائل من زي الحجة. آآ هذه الايام التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما خير ايام الدنيا. وآآ كما هو معلوم انها افضل ايام يعني. صلى الله عليه وسلم. آآ آآ ها نحن نقبل العشر. وفضلتك قبل الحلقة قلت لي نحن نريد ان نتحدث في آآ نقاط معينة آآ نرفت نظر المشاهد الكريم اليها آآ قضية التغيير. يعني آآ آآ احنا كلنا دكتور عبد الرحمن اعتدنا عادات معينة آآ ممكن نقع في ظنوب وعصيان ربنا غفر لنا جميعا يا رب اعتدنا حتى في حياتنا وطرق عملنا وأشغالنا طريقة معينة في حياتنا هل من الممكن نقول لكل واحد عاوز يتغير عاوز يغير من نفسه عاوز يغير من حياته عاوز يغير في طريقته مع ربنا سبحانه وتعالى يجعل العشر الأوائل من زي الحجة هي نقطة تغيير والانطلاق في هذه الحياة الله البداية الله يحفظك الحمد لله الذي جعل في أيام دهره نفحات يتجلى بها على عباده فيغفر الزلات وضعف الحسنات وهو الغفور الودود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قائل في محكام التنزيل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله القائل فيما صح عنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام الصحابة بسألوا الناس صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد من حب الله عز وجل لعباده ومن رحمته بخلقه أنه يسوق لهم من المكرمات ومن الخيرات ومن البركات ومن مواسم الطاعات ما يجدد به الإيمان نعم نعم في أيام رمضان كان الدنيا الإنسان من حيات الإيمانيات مرتفع كثرة تلاوى في القرآن ومع الصيام وإخراج الصدقات وإطعام الطعام والسعي مع الفقراء والمحاويج والإنسان يحسن في العلاقة بزوجته وعلاقاته بأولادي وجيرانه يعني المهم كل الأعمال الصالحة بينشط فيها في مواسم الطاعات جينا بعد رمضان حصل في نوع من الفتور مشاكرا نتكلم في الحلقة دي ليه عشان عوزنا ننتقل من حالة الغفلة إلى حالة اليقظة ومن حالة البعد إلى حالة القرب ومن حالة أننا نسيت شوية دعاء أقوله إذا أنت مضطر ومحتاج إلى الدعاء كما قال الله تعالى أم من يجيب المضطرة إذا دعاء غفلنا عن الذكر شوية عوزنا نرجع على الأعمال الصالحة تاني بس أنا عاوز أقول جملة كده يا دكتور أحمد إن من أكبر معوقات التغيير نعم الإقرار بالعجز قبل بدء المسير من أكبر معوقات التغيير نعم الإقرار بالعجز قبل بدء المسير يعني أنا بقوله أنا بقوله نفسه بقوله أخي دكتور أحمد وقوله أخواننا من المشاهدين والمشاهدات ربنا سبحانه وحمدي ساق إلينا هذه العشر أولا لكي لا نغفل عن ذكري نعم ثم إن أنا أنا كنت بعيد طب أنا عاوز أقريب عاوز أرجع لربنا يعني من قريب أنا إيماني كان حصل في نوع من الفتور والضعف طب عاوز أقوّل إيمان وده منهج أهل السنة أن طبيعة الإيمان في قلب العبد يزيد وينقصه يزيد بالطاعات وينقصه بالمعاصر والسيئات طب تعالى لربنا فيقول لي أنا أنا مش قادر طب لي أنت ما تعرفش اللي عندي هما كانوا الشباب بيقولوا لي كده عادت في جلسة حتى ذكرت رف مقطع قريب على قناتي أعيد مع مجموعة من الشباب بنتكلم فبقول له أنت إيه أرجع عمل تعمله عميلته في الإسلام عشان تقابل بربنا سؤال صعب هو سؤال صعب ومع ذلك اللي عمل عمل فيه نية وفيه اتباع للسنة متذكر عمل والله العظيم يا دكتور حب كأن السؤال ده نزل على قلب هؤلاء الشباب كالصاعقة سبحان الله أن كل واحد من طرف خفي قاعدين يبصوا لبعض يعني وأنا شايف تعابير الوجه عايز يقول له هو إيه اللي بنعمله ده حياتنا كلها صهر وشرب وبنات ونساء والمجتمع مش هو غالب المجتمع المصري إنما هي بعض الطبقات اللي يقالوا عنها عليا أن البنت ممكن تقعد في الشارع للساعة 3 الفجر عادي وده بالنسبة لهم أمر طبيعي أنت اللي مغلقين ومقفلين وناس ما تعرفوش حاجة عن المدنية ولا الحضارة ولا الكلام اللي زي ده فلما بتكلم مع الشباب بقول له يا أرجع عمل هو وشفين من الجملة يعني أنا بقول له يعني إيه العمل إن أنت ممكن تروح بين ربنا وتبقى أنت سعيد نعم إيه اللي ممكن ربنا يدخلك بجنته لو ربنا هيدخلنا أنا وإنت الجنة إيه العمل اللي إحنا ممكن يعني أرجع عمل نعمل قلتم سعلتم عارف سيدنا بلال رضي الله عنه بلال عارفي بلال بلال ده مؤذن هو مش عامش والله العظيم ما يعرف بلال والله وربي ما يعرف مين بلال حتى بلال من مشاهير الصحابة كمان يعني ما قلت لكش مثلا حد من الصحابة الغير مشاهير لدى الشباب والله يا دكتور رحمة والله أنا بقيت راجع في الطريق في سيارتي نعم وأنا منهار من البكاء سبحان الله أنا بقول تبدلني سمهم لمن نعم أنا بقول ده دور كبير للدعاء نعم إن مهما اعتقدت إن الشخص اللي قدامي ده قلبه مغلق لا ده أنت ممكن بكلمة منك إرسال ومنه السقبال تفتح لها أبواب السبب نعم إلا أنا طلعت من المغيس وأنا أذكرهم بالله على قضية التغيير وذكرت قصة الرجل الذي قتل مئة نفس نعم عشان أرققوا الكلوب وإحنا بنتكلم إن أنا طلعت من هذا المجلس بثلاثة من الشباب قالوا لي بعد إذنك إدينا رقمة الخاص الكلمة دي توحي إن بعض الكلمات حصل في نوع من التأثير في القلب نعم أنا بقول إحنا كلنا كده واحد بيجي في بعض الأوقات بيبقى منهار صحيح محتاج إلى من يدعمك أنت منهار من أي حاجة في حياتك نعم محتاج إلى من يدعمه يقف في ظهري يذكرك بالله يقول لك كلمة لعل الكلمة دي تكون هي الموقفة لقلب وإذا إحنا عاوزين نرب القضايا للتغيير بالعشر إحنا بنقول ربنا سق إليك بقى من الخيرات والمكرومات ومواسم الطاعات اللي تغير بحياتك أبدأ منين من أين نبدأ تعالى نقولك نبدأ إزاي سحنا حفظنا قاعدة كده الأول هو نعم إن من أكبر معوقات التغيير الإقرار اللي عاجز قبل بدء المسيطة قبل بدء المسيطة أنا بقول له تعالى فيقول لي أنا مش قادر فأنا أقول له إقرارك أن أنت عاجز ده يعطل التغيير ده يعطل التغيير ولذلك أنا بقول له واحد من أصحابي خد يا دكتور رحمة ده كتاب ألف صفحة اقرأه في أسبوع هاي هاي قول لي انت قلت لك كتاب كم صفحة بقول له ألف صفحة قال لي ألف صفحة اقرأه في أسبوع ليه ده أنا لو قرأت في اليوم خمس صفحات يبقى ممتاز هو أقر بالعجل نعم والن يقر أقر بالعجل هايستطيع يقرأ الكتاب لا طبعا مش هيقدر طب لو قال ألف صفحة طب هو محتوي على كم فصل وباب طب وأنا عندي في اليوم كم ساعة نعم طب وهنام كم ساعة وأكل في كم ساعة وأتغذى في كم ساعة وأتعش في كم ساعة وأقل في الفيس كم ساعة طب بقي عندي وقت قد إيه طب ممكن أقسم عدد الساعات على عدد الصفحات يعني أنا أقصد هو لو فكر في الموضوع بشيء من العقلانية نعم هيقرأ الألف صفحة في الأسبوع وهو مرتاح صحيح صحيح أنا لا أخفيك بالله لو استهواني كتاب ممكن أفل لو الكتاب قصبت صفحة نعم أفل عليه من المغرب أنتهي عند الفجر ما شاء الله أو ما قبل ما شاء الله والله والله نعم ما في سريع تبدأ من المغرب وما تقومش من عليه غير هو الصلاة والبرجر والقهوة طرم أنا مزاجي بقى الكتاب عشان كده قلت الفضلتك قبل الحلقة تاكل برجر ولتيل لا أحسنت حد من مشايخنا أهداني كتاب اسمه أو أهدي إلي اسمه التربية بالعقاب نعم والشيخ من أحد بالناس لقل ما شاء الله بل كان سبب من أسبابي دفعي إلى الدكتوراه نعم ما شاء الله أنا مسكت الكتاب في الليلة وصلاني قبيلة المغرب بساعة ساعة ونصف والله انتهيت من الكتاب الساعة الثانية للي الليلة الله أكبر الله أكبر بالله الله أكبر ليه ما هو أنا عاشق لده ما شاء الله أنا محبي لده طب أنا عايزة أقول لي الشابي بقى أه أنا مش بقول ديفة وانا لا خالص بس أنا نفسي أعب باستغرب على الفكرة ليه بإني يعني أنا في نظري الدكتور عبد الرحمن منزور المنشغل بالدورات العلمية والأكاديميات والشاشات والسوشيال ميديا أيضا وهل عنده الوقت الذي يقرأ وهل تستهوي القراءة استهوي القراءة قراءة دي عندي كالنفس الذي أتنفسه سبحان الله أه والله أكسم بالله لو أنا بنام والله لو بنام نعم ولسه أكتب لأول مرة داخل المكتبة ماشا الله ما أعرفش أنا نعم يأتيني الأرق أه والله العظيم ولازم أمسك فيه ريس الكتاب نعم من الخارج وبعدين أدور على بعض الفصول والأبواب المهمة وادخل بقى أشوف دماغي القارئ إزاي بيحل الأمور وبيطرح القضية من أي جانب نشاء الله الشيال الدكتورينا أنا أنا عاوز أقول ليه هننسكر الكلام دا ليه عشان أنا بقوله أنا بقولك نقرأ كتاب ألف صفحة فبتقولي أنا ما عندش قدرة أن أنا أقرأ كتاب ألف صفحة طب تعالى نمشي مسافة 25 كيلو نعم أنا أمشي 25 كيلو ليه إن شاء الله طب أنت طب ما أنا أقول لك ما أنت ما سألتنيش أنا مش شاف كم يوم في كم ساعة طيب نعم طب فيه بريك في النصة أنا مفيش طب هل معي صحبة ولا ما في الصحبة نعم طب أنا لابس في رجلي إيه يعني هل بشربشي مثلا ولا هلبس كوتشي مثلا ولا لابس ترينج سوك جميل ولا الدنيا فائي طيب تفواط الصيف ولا الشتاء ولا الربيع ولا الخريف يعني المهم فيه شيء من التفاصيل فأنا ما أجأ أقول له هنقرأ هنجري 25 كيلو فيقول لي أنا أجري 25 كيلو ده أنا لو جلت ربع كيلو هلتقني نمت في الأرض طب هو أقر بالإيه بالعجز نعم قبل أن يبدأ قبل أن يبدأ ولذلك قالوا قديمة مسافة الألف كيلو تبدأ بميل واحد مسافة الألف كيلو تبدأ بميل واحد انت قدت خطوة أنا قديما حد من أصحابي وهو أخي الدكتور وليد فتحي دكتور وليد فتحي من القادة المعروفين في العالم العربي في القيادة والإدارة ويربطهما بالكتاب والسلم دخل على لسانه دخل 101 دولة في العالم مدرب والآن شغال في شركة من أكبر ثلاث شركات على مستوى العالم في القيادة والإدارة ما شاء الله مرة من المرات كنت بكتب كتاب الغضب نعم فكلمتنا مكتبة وكان بينه بين المعرفة ست وشهور كلمتنا مكتبة قريتنا عاوزين نعمل كتاب عن المهارات الحوار والإنصاط والإصغاء وحلول المشكلات والكلام والكتاب كنت أنا أصلا سبحانه ده تقدير ربك كان هو الكتاب اللي بعد الغضب اللي أنا هكتبه أنا هكتشغال في الغضب وهتبدأ في المهارات وهبدأ في المهارات وكنت عامل مرتب الفصول والأبواب والمراجع المهم كالعاوز الشغل بس أنا قعدت حسيبها الوقت ضغط ضغط وما خلصش الغضب لسه نعم فكلمت الدكتور وليك كمستشير كمستشار يعني يا دكتور وليد فيه كذا 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 أقيله جملة من كلمتين قالش خضر رحمان قال لي مثلك يستطيع سلام عليكم تحفيز عالي جدا للهمة يا فإن شاء الله هو عارف الدكتور أحمد مش عارف الدكتور أحمد وعارف مقومات الفولي وعارف السعيدة واللي وراء السعيدة فخلاص طالما هو عارف وإنت وثقت في هذا الباب واخدت منه النصيحة امشي عليه مع الاستقارة أنا بقول للشاب بقى مثلك يستطيع يستطيع يعمل إيه إن لما تدخل مع العرش الأول من ذي الحجة إن تبدأ حياته تتغير للأفضل وللأحسن بالله أكسمه بالله العظيم ثلاثة نعم نشاء الله نعمل إيه بقى دكتور رحمة نعم مثلا أنا عايزة أقول له بقى أنا هو نعمل إيه بقى عشان نبدأ نتغير أهو نعم أول حاجة لا فيش إقرار بالعجز النقطة تانية الرغبة الملحة في التغيير يكون هو عنده دافع داخلي بقى يعني التغيير نعم ممكن سماعه له الهمة ماشي الرغبة الملحة في التغيير ماشي تم الكلام ده نجيبه منين إذا ما كنت بحكي للشباب بقول لهم في رجل زكرت الأول حديث أبي سعيد الخضري نعم في الصحيحين كان في من كان قبلكم رجل قتلت تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلمي أهل الأرض فدل على راهب هل هي من توبة قال له لا غزب أو مية طي ماشي عمل حاجة جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله لسه الدم على دي يعني ما قتل رقم مية اللي قال عابد الدم على دي قال الراوي مع أنه لسه الدم على دي للمرة التانية فسأل عن أعلمي أهل الأرض تاني تاني عنده رغبة ملحة إنه يعمل إيه يتغير حزيفة نجح نعم وتفوق الله أهل مبارك مبارك لحزيفة اللهم يضايب يدفعونك الدكتور حزيفة بقى يجي قبل أيام الامتحارات وقول لك يا بابا بعد إذنك إحنا عايزين نعمل اتفاق مكتوب مش شفوي لعيال الوقت عاد المطورة شوية يقول لك اتفاق مكتوب أطلع أنا من الأوائل وبعدان يشتر بيقولك الأول ده هددفع فيه كام نعم تب والثاني كام والثالث كام ولو طلعت العشرة هدفع كام ففي اتفاق ما بينك وبين الولد ده حقير ده حاصل الآن أصلا ده حاصل الآن الحمد لله هلا بالحبيب وأخذ بالك فيصل في اتفاق ما بينك وبين الولد الولد بقى ييجي لما نجح نعم فييجي يقول لي يا أبتي لو سمحت احنا اتفاقنا إن انت الجبلية لا بتوب أو بلاي ستيشن أو اتفاقنا على عجلة لو أنا قلت الولد ما معيش الوقتي خلينا الأول الشهر بعدنا أول الشهر بدأ هيروح الولد فين أو له روح لأمه يروح لأمه فيقول لها يا أمي أبي اتفاق معايا إن أنا لو تفوقت وطلعت التالت على المدرسة أو المعهد هيجيب لي يا كده فالأم تقول له يا ابني أنا مش موارد مال يا بوك ووزير المالية فيرجع الولد تاني للفولي فيقول له يا عم الشيخ يا بابا لو سمعت أعطيني اللي إحنا منتفقين عليه الولد لما إيزة بيعمل إيه يفضل يداد برجلة في الأرض وضع الدماغه في الحيط ويقول العيلة دي ما فيش حد فوقه مصادق وأنا كده تعبان من حياته أشوف لي بيت تاني العيلة اللي بتعمل كده بيعملوا أكتر من كده الولد عنده رغبة ملحة إن يحصل على ما يريد صح جدا؟ صح ولله المثل والأعلى من أكثر من قارع الباب يوشك أن يفتح له إن تعاوز تغيير في حياتك في علاقتك بربك وسلوكياتي وأخلاقي ومعاملاتي وأدابي وأقاريبي وجراري والناس اللي حواليها يبقى استغل العشر الأول من ذي الحجة في قضية التغيير إن أنا أعمل إيه؟ يكون عند رغبة ملحة وتبقى عارف إن ربنا عز وجل من رحمتي وعبادي إنه ساقى إليك مواسم الطاعة عشان تغير حياتك للأفضل وللأحسن وللأكمل جميل جدا إن أنا لا أقرر بالعجز قبل البدء لازم أبدأ الأول أجرب أحاول جميل الحاجة الثانية إن أنا أكون عندي رغبة ملحة في التغيير الأمر الثالثة ببنطر أحمد مع الرغبة الملحة في التغيير الإقرار بالتقصير في حق الله تعالي نعم الإقرار والاعتراف والكلام دا له أصل في السنة له أصل في السنة نعم في الصيحين من حديث الشردان بن أوس اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صلعت أبوء لك بنعمتك علي وبعدين وأبوء بذنب يعني أقر وأعترف نعم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبي سبحانه جل جلال إن عبدا أصاب ذنبا أو ربما قال أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو أصدت آخر فاغفره لي فقال الله تعالى في المرة الثالثة أعالم عبدي أن له ربا يغفر الزنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل عبدي ما شاء العبد في الثلاث مرات قد أقر واعترف أنني أخطأت سيدنا يونس النمتة وهو نبي كريم لما أرسله الله عز وجل إلى قوم إلى مائة ألف أو يزيدون فدعاهم إلى توحيد الله عز وجل فأبوا إلى الشرك فأبوا إلا الشرك عمل إيه فخرج فلما استعجل وخرج هؤلاء القوم تابوا إلى الله عز وجل وأنابوا فكانت الآيات لا إله منه أن قال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين وهو نبي كريم ومع ذلك أقر واعترف أننا عندي في هذه النقطة استعجلت على قومي فكان لو مدنا الآمت شوية فلعلهم يتوبوا ويأبوا إلى الله عز وجل يبقى أنا عاوز أتغير مع دخول العش نقول من أعظم القواعد الإقرار والاعتراف أنني أحتاجه إلى تغيير أنا فجأة ماشي في الشارع لقيت واحد سقط على الأرض فحملنا دخلنا بل الطبيب قال له يا حبيبي أنت محتاج تعمل سكر تراكمي محتاج تعمل سكر لترة شهور فاته أنت سكرك عالي جدا هو بيقول يا جماعة أنا معدي السكر ومع وجود التحليل يقولك لا الكلام دا كلام فارغ المعمل دا معمل مش مصبوط أنا زي الفل طول عمري باكن كنافة وكل عمري باكن مهلبية وباكن زبادي والدونة تمام أنا معديش إشكالية في الحتة دي حتى ولو أخذ الدواء من غير قناعة هل في الغالب سيأتي بالنتيجة المرجوة التي يرتضيها العمد؟ ممكن ما تكونش بنفس النتيجة لأن العامل النفسي هنا مهم جدا ثم هو غير مقر أن أنا عندي مشكلة واحد بيقول لي يعني إذا كان قدام المقدسي قال كلام نفس جدا كان بيقول في قضية التغيير خذ التغيير من لسان عدوك خذ التغيير من لسان عدوك من الخطوات يعني يعني أنا مثلا أعد مع واحد فبيقول لي عبد الرحمن منصور أنت إنسان متكبر أركز أنا معاه حتى ولو كان كلامه أنا متأكد أنه غير صادق أنا أعمل على هذا الكلام ضد ما قال يعني هو بيقول لي أنت إنسان متكبر أنت مش متواضع أنت واخد في نفسك أي كلام يتأكد أو أنت حاقد أو أنت حاسد أو أنت قلبك في حاجة متغيرة للناس أنا أخذ تغيير قلبي من لسان عدوك هو ألكت الجملتين دون أنا لو عادت دافع عن نفسي وأقول لا أنا مش مغرور ولا أنا متكبر تم تكتهد في العمل الصالح وتثبت لنفسك أولا ولغيرك أنني بضض هذه الصفات ولذلك العلماء ذكروا أن من أعظم قواعد التغيير الإقرار والاعتراف أنني على خطأ ودي المشكلة كبيرة دون عبد الرحمن أن مسألة الاعتراف أو أن الإنسان يعترف أنه مقطئ للأسف الشديد أصبحت نادرة في هذا الزمان فهو الإنسان دايما شايف نفسه مصيب هو محق هو وإن كان قد لا يعترف بهذا الأمر بشكل صريح وواضح لكن في الغالب بيكون شايف نفسه صح اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم صحيح يعني أفات القلوب مهلكة أفات القلوب أقصد أمراضي للحقد والحسن والضغينة وازدرائي الأخرين واحتقاني الناس والتعالي على الناس هي نهايتها النار مش كده؟ نعم كما ذكر الله عز وجل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أصالهم أيتانا كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبوه نعم فالشيء للإنسان لازم يقف مع نفسه وقفا قال بعض الصلاف يقول يصلي الصلاف بمعنى الدعاء يعني من يدعو لك بعد الموت أنا الضاب التحد يدعو لي بعد الموت لا أنا مش ضابة ولا زبتي ولا أولادي ولا عيالي ولا أي أحد فكان يقول يا يزيد من ذا الذي سيصلي عنك بعد الموت يا يزيد من ذا الذي سيصوم عنك بعد الموت حتى لو كان على صيام يبقى الورثة يوف بالصيام الذي عليه هو ضامن ده من ذا الذي سيتصدق عنك بعد الموت ما عرفش حدا هيدفع عني مال أو يتصدق عني أو لا يتصدق ولعلي زوجتي الأن وأولادي في قبضة يدي يعني أنا القوام وأنا المسيطر وأنا الراعي وأنا الحامي وأنا بعد زواجي بعد موتي وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه ولذا نقول مسألة الإقرار والاعتراف إن أنا عندي مشكلة هذه لمصلحة نفسي أولا لتكون سببا في نجاة من النار أنا أعود بقى مع نفسي قعدة كده وبعدين أبدأ نفس السؤال زم أنا سألت الشباب دون أنا بقول له أرجع عمل أنت عملت عشان إدخلك الجنة إيه ومعدين نبصه البعض ليه هو مش مستحضر عمل هو مخلص فيه لرب العالمين أو عمل متبع في السنة وبيسأل ربنا عز وجل فيه القبول هو مش وصله ليه؟ هو كل حياته وبناته كل حياته نساء وكل حياته مخدرات وكل حياته السحل الشمال وكل حياته ورحلات اليوم الواحد ودي حاجة من الآفات وأنا بسأل كل أب ودي ما عدش في الأماكن اللي تسمى راقية أو التجمعات الناس من علية القوم لا 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 ده الكلام ده حتى عد منتشر في وسط البنات اللي جوه الجامعات اللي من أهل القرى صحيح إن البنات الآن والكلام ده كنت ذكرته في دورتي بالأمس إن بقول عد بتطلع بعض الرحلات بعد التخرج من الجامعة يحددوا يوم الشباب والبنات وياخدوا أوتوبيس ويطلعوا على مصيف جمصة يطلعوا السحل الشمالي يقضوا يوم ويرجعوا في آخر اليوم أنا بقول لكل أب بنتك في منتهى الأنوثة نعم هنتكلم كلام عقلاني وهؤلاء الشباب في منتهى القوة والفتوة والشهوة وغالبهم ما بيعملش اللي النبي قاله توجيه الشرع أنا مش قادر يتزوج فعليه بالصوم فإنه له وجاء صحيح أنت شايف من وجهة نظرك كأب وإنت عيشت هذه المرحلة أن هذه الرحلة ستسلم بنتك منها من الأذى إن لم يكن أذى جسلي فأذى نفسك وممكن يقول دكتور عبدالرحمن أن هنا فيه نوعين من الأباء يعني فيه نوع اللي هو زي ما حكت وصفت أو سألته اللي هو ممكن يكون ما عندوش مشكلة في هذا السلوك وده نوع للأسف اللي محتاجين نسأله هذا السؤال وفيه نوع مهمل يعني هو مش متابع بنته فين أو راحت فين أو جات منين وده نوع للأسف يعني أسوأ وأصعب وكلا هما محتاج توجيه ومحتاج تسجير وبعضهم يعلم ذلك نعم يعني مش قصة الغفلة إنه هو مثلا بنته راحته ما كانش عارف ومتفق مع عمها لا فيه بعض الأباء شايف إن من ضمن المدنية والتحضر وإن إحنا مسايرة العصر وإن إحنا أزي النس حوالينا إن الأمر طبيعي وده أخوها أنا معرفش الكلام ده في الشارع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والقبير أنا أكسم بالله العظيم ثلاثا كان معايا بنتي في دورة وإحنا دورة بقالنا سبع أسابيع فكنت بتكلم على مسألة الكلام بين الخاطب والمخطوبة في التليفون فأمت أيلالي بعطة رسالة بتقول لي وأنا سمعت الشيخ فلان في قناة الندى قال أن يجوز الكلام بين الخاطب والمخطوبة وأمت سابقة مفتوحة قالت كده قناة الندى أي نعم قلت لها يستحيل الشيخ يقول كلام مفتوح ده ما فيش كلامي إلا أنا أعلمه أن الشيخ أول ما بيستدل في أي مقطع على النت لو فتحت الفتوى دي للشيخ هذا الجشيخ مصطفى العدو بيقول قال الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعف أنا الشيخ يقول لي لي جائز ولكن بضوابط شرعي ولا بقى بحبش الضوابط دي أوي ليه بقى للقرب بقى من المشاكل دي فبقول منها البنت تتكلم بكلام مسموع في وجود الولي طب لا مش هينفع طب أقول لك أنت تلعبيني يعني طب أقول لك على حاجة نعمل جروب على الوطس واندخل في حد من المحارب فتقول لك لا برضو أنا هاسح يتكلم والله العظيم هي برضو بتلفوا بالدور عشان تعمل إيه عاوزة توصل لهوا بقلبها نعم بنت من البنات قالت لي والله يا شيخ عبد الرحمن اتكلمنا وجلنا مرة زيارة البيت قالت لي أكسموا بالله أنا نسيت القرآن ونسيت السنة ونسيت اللي تعلمته وقامت أيلالي جملة بين قسين ودايما دي الجملة أنا بقولها البنات اكتملت عندها الأنوثة ونضجت والشباب اكتمل عندهم الفحولة لما تقرب الاتنين من بعض لازم يحصل فيه نار متقدا صحي مش هو ده الوضع القائم صحي قالت لي اللي انت وصفته قد كان قالت لي والله وبالله وتالله عشقه وقع في قلبي لا معرف أكل ولا أشرب ولا أتكلم ولا روح ولا أجي إلا وصرت دائما في مخيلتي أو ما على التليفون هم مخطوبين بس مخطوبين بس مخطوبين بس مخطوبين بس خطبة نعم والخبّة هي الخبّة في أبواب النتاع وعد بالزواج وعد بالزواج لأن في بعض البلاد بيسموا الخبّة عقد عشان يعني المشهور أو المعروف يعني نعم نرجع الثاني وقول لها دكتور أحمد الأباء اللي سابين بناتهم طلعين الطلعة دي وده كان فتح الموضوع يعني أنا بقول له ألا تأمر أن منتك ترجع ملوثة طبعا ربنا أعرف عرضك انت عرضك وانت مسؤول عن ده أمام الله يوم القيامة وأنا بقول له هذه من الخيارة للرعية وقد صرق النمس صلى الله حين قال ما من عبد يسر عيه إله رعية يموت يوم يموت وهو غش رعيته يساوي إلا حرم الله عليه الجنة مش هو أخر النار نعم والأخر ايه هو أخر جهنم تقسر في حق زوجتك وحق أولادك وفتح الدنيا على البحر من غد ضواب الشرعية لابد أن حياتك تبقى قرام أنا بقول للشاب عاوز تتغير يا ابني عاوز يا بنت تتغيري يا زوجة اللي قاعدة في البيت مطلع نين جوزك وخلاص اشتكل طبي الأرض والزوجة اللي تعبان من زوجته في حياته والمشاكل اللي ما بين الخاطب والمقطوبة ووجعي القلب ده عاوزين نغير حياتنا أقعد مع نفسك وأقر أنا عندي مشاكل في واحد اتنين ثلاثة ضياع حق ربي عز وجل علي زي صلاة الفجر في جماعة أو صلاة الفجر الأذكار لا يذكرون الله عز وجل إلا قليلة نسأل الله السلام أنا النوافل المكملة للفرائض للأسف برضو نفس الوضع ونفس الكلام ما عندش ضبط للمسألة طيب يا ابني صلاة الضحى من حياتك يا ابني صلاة الليل أنت مش بتشتكي أن عندك هموم الدنيا نعم تمت قومت صلى ركاتين الناس على صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه ده مصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن البدن منهات عن الإثم الشهوة بتقتلك صح؟ أيوة 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 كلامك صح من عارف أنه صح؟ تبع من إيه؟ أم صلق يام ليه؟ ومنهات عن الإثم تبع أنت بتشتكي من مرض وبتشتكي من دور وعندك كرب وعندك حزن وإنت عرفانة من حياتك مع جوزك وبقالك عشرين سنة بتقولها تتطلقي ولسه متطلقتيش؟ آه تبع من إيه؟ والحزن قبع على صدرك أمي يا بنت صلى ركعتين لله وصلي قيام ليه؟ عشان ربنا عز وجل يطرد ما بيقلبك نعم يبقى أنا محتاجي أن أقول من قواعد التغيير الإقرار الإقرار إن أنا عندي مشكلة في علاقتي بربنا وعلاقاتي بالآخرين طيب جملة كده دكتور أحمد أولى وننتقل لغاية لا لا فاطم تسعين في المية نعم من قرارات القرارات أو المشاكل التي تحدث في حياة العب بما قدمت يده نعم نعم وعشرة في المية خارج عن إرادة صحيح أنا قاعد مع زوجتي وأولاد حد عملكم في نجال أهوة أمي الجاي جوائرية وتقول لي يا أبي وعاوزة أنت تمسك إيدي أمي تعمل كده جايبها في كوباية الأهوة أمي تجاية على البنطلون إن أنا لابسه لهاجي بقناتي النجا أنا في الوقت ده عاوزة عرف الدكتور عبد الرحمن عاوزة عرف بطريقتين واحنا واحد من اتنين مفيش تاني الأولاني لاخر البيت الكفرة ومشركين إيه يا بنتي نعم مش تشوفي وانت عمي كل اللي قاعد حصل له إيه تشد والكل ترعب والكل غضب صح والبنت قاعدت تعيض ومش قاعدة معاكم في البيت ده تاني ولا بتكلمها معاكم الرجالة كل لها أشكيف والرجالة كل لها وحشة طيب ماشي وبعدين أعودان دي بنا نص ساعة بقى وبعد النص ساعة هروح أجري على أغير بنتلوني عشان ألبس بنتلون تاني طيب ماشي واحد تاني وهذا قليل آه هي وقعت طب السؤال هي متعمدة لا مش متعمدة طب آه ماشي مخطئة طب وربنا عز وجل بيعفو عن الخطأ حتى الخطأ العمد اللي في حق ربنا آه طب وانت ما أخطأتش يا فولي أيام كتير عملت وكسرت الدنيا في البيت عند الحاجة في الصحيح أيوة أيوة وعبد الرحمن منصور ياما عمل بلاوي سودا ومدرت عليه أيوة أيوة صح يا أسامة وانت كمان بتاعي سكندري يعني حصل في حاجات كتيرة هوا يبقى أنا لو جيت تبدأ خارج عن إرادة الموقف ده ولا بإرادتي نعم رسل الموقف خارج عن إرادتي نعم بس التصرف اللي أنا عملته بإرادتي إرادتي أنا لاسترف طب الحل التاني أو نادر الحاج بتقول عليك ما احنا بقوله الحل التاني آه إن أنا أقولي يا بنت خلي مالك من برق جاية ابقى دخليها جوة طربيزة شوي آه أو لو اتكلمتي والمسافة قريبة ما تستخدمش لغة الجسد آه يعني إيه أبي لا ما ممكن يا أبي أنا بحبك أو تميل علىه وقبليني هنا وخلاص وقرصة الحدودة والأمر ينتهي أن أنا ممكن أقوم أمسح المية عن المنطلون أو أقوم أغيره في دقتين وركبت عربية وجهة فبسؤال برا الموضوع معاش قولي حبيب الأولان يعالج نفسه إزاي في النقطة دي اللي هو إيه سريع نصيحة سريعة التدريب والتعليم التدريب والتعليم أنا الوقتي لا أستطيع أن أنا أقرأ اللغة الفرنسية ما معرفش فيها حل خالص هتعلم فواحد بقولي تعالي تعالي علمك فرنسا وأقوله تفضل فجاب ليها من الصفر طيب وبعد شهر والسوايا اتحسن ولما أنا كنت في كيجيهات ولما دخلت ابتدائي اتحسن أكتر ودخلت إعدادي اتحسن أكتر ودخلت الجامعة اتحسن أكتر الثنو وبعد كده الجامعة وكده قيت مودرنس في اللغة الفرنسية ما شاء الله إيه اللي وصلني للمرحلة دي البداية هنا تأهين أأسس هنا الأول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر وبالتصور آخر حاجة لقولها لا ده نسا هكمل بس أنا مقيلة خمس دقيق أنا قدام حالة خمس دقيق فأنا محتاج يعني أأكد على النقاط اللي هي أنا عندي من أكبر معاوقات التغيير للإقرار بالعجز دي مشكلة قبل بدء المسير والرغبة الملحة في التغيير والاعتراف بالزنب أو بالتقصير دي نقاط مهمة جدا لكن عاوز يعني ختام الحلقة لقول للأسرة إيه بقى آه بالضبط الأسرة المسلمة في العشر الأول من زبحية تعمل ايه؟ آه إحنا عايزين نقول رب الأسرة ده مسؤول عن الجميع عن الزجة وعن العيال وعن الدني جميل أنا مش هسوم لي وحدي صح ما من أيام من العمل الصالح فيه إيه العمل الصالح أي عمل صالح نعم الدولة مفتوحة نعم والناس على صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذري رضي الله عنه يا أبا ذر لا تحكرن من المعروف شيئا نعم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وجوه الناس تكتب لك بها صدقة أنا عشان أحفز أولادي لفعل الخيرات المحفزات لفعل الخيرات في العشر الأول من ذي الحجة أول حاجة أعملها أعرف ولادي فضل العشر الأوائل من ذي الحجة نعم لو دخل على المنت كتب سيرشي كده قال أو دخل على اليوتيوب قناة اليوتيوب بتاع عبد الرحمن منصور أو قناة اليوتيوب بتاع دكتور رحمة الفولي أو أي حد من الدعاء كتب فضل العشر الأوائل من ذي الحجة نعم هيطلع له مقطع يحفظ اللي فيه وقعد مع العيال أو يعمل ايه يعرضه على الشاشة حطها على فلاشة وعرضه على الشاشة بتاع التلفزيون والشيخ هيكلم قد ايه تلت ساعة اكثر حاجة تلاتة وعشرين ديه ويقوم قاعدين كلهم مع بعض كده وبعدين يبدأ يسمعه هو يركز والزوجة يتفق مع الزوجة الاول خد البنات في حضنك وناخد الاولاد في حضني ونقعد مركزين وما تلتفيتش لشمال ولا يمين ونركز مع الكلام اللي بيتقل وبعد ما تخلصنا اتفق اسألي سؤالي ان وافتحي الموضوع فدي بداى تقول له، تبên النبي قال ما من ايام، العمل الصالح فيها يعني نعمل ايي حبيبة عمل صالح لكن الله يتقلب اي عمل صالح يعني طاعة الاب والاوم عمل صالح، المحافظة على صلاة الجماعة عمل صالح زم النبي قال المذكرة عمل صالح المذكرة عمل صالح اذاكان لك في ذلك اني صحيح قال النساء صلى الله مثلاً المحافظة على الصلاة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قلنا بلى يا رسول الله قال اسماغوا الوضوء على المكاره وكثرت الخطأ إلى المساجد وانتظاروا الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط يا حبيبي تعالى نركع في المسجد مع الراكعين قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فمحتاجين يا حبيبي أن احنا نحافظ على صلاة الجماعة وعشان أتنن بقى صلاة الجماعة أجيب بقى السنن القبلية والسنن البعدي ونحافظ على الظهر الوقت الساعة واحدة لو احنا قمنا من النوم الساعة 12 يبقى عندنا فصة أن احنا نصلي أربع ركعات صلاة الظحى لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يا ابن آدم صلي ليه أربع ركعات أولى النهاري أكفيك آخره يبقى اتجمعنا عشان أوصل كل دا للولاد أجيب بقى كتيب صغير أو أي حلقة بتتكلم عن العشر الأول من ذي الحجة وابدأ أن أكلم أولادي عن فضل هذه الأيام ومن ذلك أن احنا نجتمع على العمل الصالح الصيام جميل طبعا أنا مش أقدر أصوم التسعة يبقى أقل التقدير صيام يوم عرفة زيما الناس على صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها لكن حتى لو نعم إن لم يستطع سامل التسعة لكن إذر يصوم يومين ثلاثة منهم كمين كمين رائع المهم يعني يلتزم ويتسنن يعني يلتزم بالهدي النبوي نعم لو مش قادر تصوم التسعة واكثر سامل نصر كالة التسعة من ذي الحجة تب ما انتش قادر يبقى خلاص متعديش معرفة أقل حاجة يبقى يوم عرفة ويقول له على فضل اليوم ده إن ده يكفر عنك الذنوب الماضية والذنوب السنة القادمة كذلك من الأيام في بعض اللوايات فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحبير والتهليل وكان سيدنا بهرير عبدالله بن عمر يخرجان إلى الأسواق والطرقات يكبرا بسطعاني وده كويس جدا حاجة كنا عاملينها كده فترة إحنا والإخوة الحبايب كل واحد عنده سيارة حطت فيه فلاشة فلاشة والفلاشة دي أنا ماشي على الطريق لقيت واحد واقف زي سنسم سنسم ترجمة أسامة بس الإسكندراني فأخويا أسامة توسلته فيه أركبه والفلاشة دي موجودة والتكبيرات شغالة هو أنا نشرت سنة وهو تعلم شيئا ولعله يمشي في الطريق يدندن يسمع أحوال الناس لو أنت في البيت أنا ممكن أجيب فلاشة برضو عليها التكبير فيه تكبير مستمر لمدة ساعتين لا ينقطع نعم كتير موجود على اليوتيوب موجود على اليوتيوب وده لكت من الأعمال الحسنة التي فعلها هذا الصبي القراشي يوسف ابن عبد الرحمن منصور العام الماضي نزلها على فلاشة وحطها في التلفزيون يمدى بقى اليوم كده فيه نوع من البهجة والسعادة والسرور طب وخلصت ناخد راحة شوية ونرجع تاني نكمل فببقى أمر في نوع من البهجة والسعادة جميل كذلك عايزين نعلم الأولاد المشاركة في العمل الجماعي مش إحنا هنصوم وإحنا كلنا هنفطر سمسم عليه يعمل إيه النهاردة نعم انت هتعمل إيه سنسطرف تبقى؟ طب أنا بعرف تبقى خلص هاتوا انتوا الحاجة الفول هيجيب الحاجة من السوق وعبد الرحمن هيبقه وإسامه يكمل جائز والولاد لما يأخذوا فيه أطباق يتعودوا ما يقومشي واخد بعضه وماشي تعالى لو سبحت يا محمد أيوة أبي شل طباقك ويحطه في قلب الحوم طب لو هو يعني ليس بقصير يحط كرسي طب مش قادر يتعلق في الحنفية ويكسرها الممي يعمل أي حاجة الممي يطلع فوق ويحصل الأباق ويحطها في المباقية بتاعته نعود حتى الأولاد الذكور يتعودوا ذلك مع الوالدين جميل نسألت المشاركة في العمل الجماعة هو مش هيجاوز؟ هيجاوز طبعا مراته عند أهلها غضبت منه قالت له أسبوع منش جايا لك وسرف وما بش معه فلوس يجيب دريفري بس عنده حاجات في التلاجة هيحتاس هيغنص على موه اللي يعمل إيه؟ نقول له لايك جدعا ربنا يعينك ويفتح لك الشيء اللي يبترح أنه نحن بنقول لو ربنا عز وجل أكرمك أن أنت تقدر تفعل مأسنة النصة اللي هي الأضحية نعم واتجمع الحصالة بتاع العيال ما شاء الله وده اشتركه كده في تم الحصالة عبد الرحمن في البيت؟ آه نعم أنا الحصالة اللي عندي عاملها في بولة آه بولة الماء ما شاء الله ما شاء الله كان العام الماضي نعم أنت بتفتش عني يا دفولة بس هقولي وغلق والله يا العظيم جدت البولة اللي هي الكبيرة دي آه وفتحتها من فوق فتحة سوية نعم أنا نزلت الشارع اشتريت أشياء وقع في يدي 20 جنيه فضة 10 جنيهات فضة خمسة فضة حطها أم سقط آه أنا عايزة أقول للولاد أنا ممكن أتدخر آه وعايزة أقول للولاد أنا ممكن أخل حسنات كدير جدا وأنا على الطريق في العربية أحطوا شوية كده في إيدي وحطوهم في جيبي وحطوهم في قلب اسمه إيه أماكن التخزين أماكن التخزين في العربية المهم وبعدين ما عدي واحد سواء محتاج أم مش محتاج بقى ده أمر قليل أطلع له ثلاثة جنيه خمسة جنيه وانت باشي كده في الطريق حسنا وانا حسنا طبعا واناكم من وراء صرفات حسنا قليلة تمنع بلوك كتير وقال الله عليك يا رحمة هي لها معنى هي لها معنى بلا شك يعني وبعدين لو صوته زي الفولي بقى الله أكبر ده هيلم كتير يعني يا رب مسترنا يا رب مسترنا بسي تريكا الجميل واخدينها من فضلك يا حي يا قيو فنعلم الأولاد إن أنا بعرف هتداخله يعني أنت مثلا قدت للولد بسلا في اليوم مصروف عشرة جنيه خمسة جنيه عشرين جنيه حسنا ما تديره على قدرتك الولد ينزل الشارع يفرطك أمها وأبوها واللي جابوها تعالى يا ابني يعملوا خناءات خناءة ليه الولد ديته عشرين جنيه راح صرفها طيب ما أنت معلمتوش مسألة للدخار لأقوله يا بني إنت معاك عشرين جنيه ممكن حبيب قلبي اتصرف فيه ممكن تصرف عشرة تخلي معاك عشرة ممكن تتصدق بخمسة جميل واحد من أصحابك وممعوش النهاردة ممكن أنت تكرمه الولد نفسه يتعلم وقوله يا حبيبي ده من بقى اتخال السرور على المسلم سيدنا النبي علمنا كده إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أنت عارف لو أنت يا محمد فرقت كرب أخوك اللي كان زعلانه مش لقي حاجة يشتريها ربنا عز وجل يفرج عنك الكربة يعني الشيء العظيم يوم القيامة لأن سيدنا النبي قال ومن فرجك المسلم من كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربة يوم القيامة إذا نرجع نقولها دكتور لو استطعنا أن احنا نعمل أضحية والأولاد اشهدوا الذبيحة ونحكي لهم بقصة سيدنا إبراهيم الزبيح مع سيدنا إسماعيل الزبيح مع سيدنا إسماعيل ويكفي يا أخي وإذ يرفعوا إبراهيم القواعدة من البيت وإسماعيل ده في مشاركة هاي بين الولد وأبي عشان كده أنا بقول للأباء اللي أنت بتعود تسافر طول عمرك تقعد من 10 سنين وال15 سنة وما تعرفش حاجة عن عيالك يوم أنت ترجع تتكلم مع ولادك مش يسمع كلامك صحيح صحيح رأيته نماذج ما نشتغلش يعني كان بيعمل لي كده تخن صوته كده زرامي عمي جد ما نشتغلش يعني قلته لأ أنت ما حدش قالك ما نشتغلش يعني ده ربنا قالك يا باما وما يهاجف في سبيل الله يجب في الأرض مرغما كثيرا وسعا ربنا ألفا مشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور بس مين يربي أولادك الولد عامل حلقة كده فشارد الولد من كدفه قال اتفرج المولانا شايف طبقات الصوت عملا إزاي اتفرج المولانا قلت له أهل الوسائل إيه الأمر قال لبني قلت له ماله ابنك عسله مش بيصلي معنا قال لي الحمد لله قلت له طب ماله قال لي يا قلت له طب انت كنت فين قال لي ده أنا الولد بقى اللي بقى الكلام قال لي أبويا مسافر بقى له سنين عشر سنين سبحان الله وروحه بيجي بقضل معنا في السنة شهر لا اشترك فيه تربية مع أمي ولا عمل ولا والدة والولد بدي يتكلم بمنتهى مش عايز أقولك القوة البجاحة الموضوع ده عفوا دكتور هرجع له تاني بس محتاج حلقة نتكلم فيها فاني عن المغتربين وفترات الغربة وطواصلهم مع الأولاد مشاكل وعفوا يعني خلينا برضو أعيش الواقع يعني اللي هو إيه محتاجين نسافر بس في ضغط بالضغط إزاي ما نجمع بين صفر الأب وتربية الأم ومتابعة الأب حتى لو كم زيفر أرجع للشاب ده عشان أفتن بعدها المهم الشاب ده الخلاصة إن الأب مش عاجه تصرفات الولد أنا بقوله طيب الولد المراهقة لزي ده محتاج إلى تفلتر دماغه تقرب منه المسافات للبون الشاسع اللي ببنك وابينه محتاجين إحنا الاتنين نقرب من بعض وتفهم عقلية تبدأ بيفكر إزاي وبعدها بقوله ده في كتاب جميل اسمه المراهقون المزعجون لأخي الدكتور مصافة أبو السعد نزله من على النت وحاول تقرأ فيه عشان ترفي تتعامل زي مع ابنك أنا عايزة أشوف مردود طريقته في كلامه قال لي هو ده اللي هيصلحه تقول ربك اللي هيصلح سبحانه وتعالى ختمت خلاص يعني إيه فذكر إن نفع تحكيره إنت قلت اللي عندك فهو مش متقبل منك أي نصيحة وبيرمي باللوم الدائم الأبدي على الول نرجع الدكتور نقول إذا استطعنا إن إحنا ربنا عزيزي الله وكرمنا بأضحية والأولاد يشألوا ذلك فبلا شك بأن دي فيها معنى تربوي غالي ألا هو إشراك الأولاد في العمل الصالح وإن أنا أوزع بقى لما أجل أوزع اللحم أفهم أولادي إنه دول إخوانك من الفقراء والمساكين والمحاويش والولد يتعود إنه تبقى خطواته دايما في طاعة الله عزيزي الله كنت نفسي إن إحنا مباحباح جوية ولكن الدكتور أفولي قد حصرني من كل الجواني الله يا ذق الوقت سامعنا دكتور عبيبا دكتور جزاك الله خيرا ويا رب يبلغنا وإياك حجب التلاح اللهم ساجب اللهم أمين مشاهدة الكرام زي ما قلنا في بداية الحلقة إحنا في خير أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام يا هذه العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء إحنا في نعمة عظيمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا الأيام الفاضلة دي نجتهد في الطاعات وفي القرب من الله سبحانه وتعالى وزي ما أشار الدكتور عبد الرحمن نقرب كلنا من ربنا مش أنا بس كزوج أو أنا بس كأم أو أنا بس كابن لا أحاول أخذ بإيد أولادي وزوجتي وأهلي إلى طريق في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمانوا قوى أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا هالناس والحجارة فنسأ الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح في العشر من ذي الحجة آمين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم حج بيت الله الحرام وبهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة ألا نلقاكم في لقاءات متجددة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى وللحديث بقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة